موسيقى نحن هنا جايين مش هنخل المستوطنينا مرتاح لازم كل يوم نربكوا كل ثانية كل دقيقة كمسيين فالسانيين هموني يأتي هنا كل مرات في فتحاتي من غازا من إزرايا يأتي في مرات المتحدة موسيقى يحاولون أن تتسرع أسرائيين ومسيطين يتحرك في مرات المغازية كما تتسرع المتحدثين من المتحدثين لذلك يتحرك في 15 عام كما ترى على الشباب الساد أكثر من تضرروا الجراح هذا الحصار نريد للشباب نريد للشباب العالم نريد أن يخرج مرضانا إلى العلاج في الخارج كما كانوا قاموا قبل ذلك موسيقى 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 وعلى قصصة حياتي من المنطقة للجميع أكثر من 30 ملسطينيين هم تتنوع الإصابات بين الإصابات بالرصاص الحي أيضاً حالات شديدة للإخطناق يتم تحويل بعضها إلى مستشفى الشفاء وكان من بين الإصابات والطفل عبو نيل عمر 12 عام أيضاً من شهداء الإرباك الليلي والذي استشهد الأسبوع الماضي أكثر من 100 يوم هم تتحدثون من الثلاثة الثلاثة في غازة عندما كانت أكثر من 260 ملسطينيين قمت بإسرائيل أكثر من ملسطين قمت بأسفل ونستطيع أن تحصل إلى مستشفى الشفاء أو تحصل إلى مستشفى الشفاء أكثر من 2 ملاقين هنا يتحدثون من الثلاثة الثلاثة ونحن تتكلمون من هذه المستشفى أن تتحدثون من الثلاثة بأنها تتحدثون من الثلاثة قمت بإمكانها أثناء مستشفى الشفاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر